هل تعمد راموس حقا اصابة محمد صلاح في الدقيقة السادسة والعشرين سقط محمد صلاح ارضا بعد تدخل مع راموس صلاح اشتكى من اصابة في الكتف قبل ان يطلق العلاج ويعود من جديد الى ارضية الملعب ولكنه لم يقدر على الاستمرار لاكثر من دقيقتين فقط بعد العودة لارض الملعب نجم ليفربول سقط ارضا مجددا ليبكي ويخرج مستبدلا قال الحكم السوري جمال الشريف المحلل بقنوات بي ان سبورتس الرياضية ان الاسباني راموس لم يتعمد اصابة المصري الدولي محمد صلاح خلال فترة نهائي دورية ابطال اوروبا امس السبت السادس والعشرين من ايار مايو بالعاصمة الاوكرانية كييف واضاف الشريف في تحليله التحكمي على المباراة امس كانت منافسة في وسط الملعب بين راموس ومحمد صلاح والحكم كان قريبا جدا من الكرة وصلاح هو الذي حاول تأبط يد منافسه وذلك ادى الى اختلال توازن الفرعون المصري وتابع لا يوجد مسكن من راموس لصلاح وكل هذا كان مجرد تنافس على الكرة ولا يوجد مخالفة وهو التحام قانوني في محاولة للحصول على الكرة واعتبر الشريف ان محاولة محمد صلاح ورغبته في الحصول على الكرة هي السبب في الاصابة بكل تأكيد ايها الاصدقاء نحن لا نتبنى اي فكرة او اتجاه فهذا هو رأي المحلل الحكم السوري جمال الشريف واظهرت الاشعة الاولية اصابة صلاح بخلع في الكتف ربما يغيب على اثره من اسبوعين لثلاثة اسابيع فيما سيخضع لاشعة اخرى ستحدد مدة غيابه النهائية بينما شدد محمد ابو تريكا اسطورة الاهلي ومنتخب مصر ان راموس تعمد اصابة محمد صلاح في نهائي دور ابطال اوروبا وقال ابو تريكا في تحليله للمباراة بين شوطيها على قناة بيان جريمة مع صبق الاصرار والترصد واضاف ايضا لا يوجد فير بلاي الحكم كان قريبا جدا ولم يحتسب شيئا واردف اتمنى ان تكون الاصابة خفيفة وان يلحق بمنتخب مصر في كأس العالم ونحن كقناة غذي ذهنك نتمنى للنجم محمد صلاح الشفاء العاجل باقرب وقت وان يفرحنا في منتخب مصر في كأس العالم واثارت الاصابة قلق المصريين ان لا يلحق صلاح ببطولة كأس العالم بسبب اعتماد المنتخب المصري عليه ضمن تشكيلته الاساسية ويقع الفراعن ضمن مجموعة تضم كلا من روسيا والسعودية واروغوي بالمونديال الذي سيقام منتصف الشهر المقبل بروسيا وانتم اصدقائي ما رأيكم هل تعمد راموس اصابة صلاح ام لا اخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد الى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة